بسم الله والحمد لله وصلاة والسلام على رسول الله عن أبي محمد الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح هذا الحديث عن الحسن بن علي رضي الله تعالى عنهما والحسن والحسين هما ابن فاطمة بنت الرسول صلى الله تعالى عليه وسلم لذلك لما روى العلماء هذا الحديث في كتبهم قالوا سبط رسول الله وريحانته سبط يعني ابن البنت الحفيد هو ابن الابن وريحانته ريحانة الرسول صلى الله عليه وسلم الريحانة هي الزهر التي لها رائحة طيبة وكذلك حسن رضي الله عنه طيب في نفسه وطيب في خلقه قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إن ابن هذا سيد وسيصلح الله به بين طائفتين من المؤمنين سيد قال سيد يعني السيد معناه الرئيس والمعظم وذوق قدري والمكانة وهو كذلك لأنه من بيت النبوة وهو طيب في نفسه طيب في خلقه طيب في دينه طيب في أعماله وقد جرى على يده من حقن الدماء عندما بوي على الخلافة بعد مقتل أبيه علي رضي الله عنه وكان معاوية رضي الله عنه مع أهل الشام في حرب مع علي ومن كان معه قامت حرب بين الطائفتين طائفة يتزعمها علي رضي الله عنه وطائفة يتزعمها معاوية رضي الله عنه بعد بسبب مقتل عثمان وإن مقتل عثمان رضي الله عنه فتح على المسلمين بابا ولا يزال المسلمون إلى الآن يعانون منه وهي باب الفتنة والعياذ بالله ولما رأى الحسن رضي الله عنه هذا الأمر الأمر على هذا الشكل والحرب قائمة تنازل عن الخلافة لمعاوية رضي الله عنه لأجل حقن دماء المسلمين فسمي هذا العام بعام الجماعة فاجتمع فيه المسلمون بفضل الله تعالى أولا ثم بفضل الحسن رضي الله عنه وتحققت فيه بشارة الرسول صلى الله عليه وسلم قوله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك دع يعني أترك يريبك يعني الذي تشك فيه الأمر الذي تشك فيه من الشك والريب إلى ما لا يريبك إلى الأمر الشيء الذي لا تشك فيه فإذا كان هناك أمرا أحدهما مشكوك فيه والآخر ليس فيه شك تأخذ الأمر الذي ليس فيه شك وتترك المشكوك وهذا كما في قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي سبق الكلام عنه فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه دع ما يريبك اترك الأمر الذي تشك فيه الأمر الذي فيه شك إلى الأمر الذي ليس فيه شك إلى ما لا يريبك لأجل أن تطمئن نفسك وترتاح وتعد عن الريب والشك فإذا أخذت بالمشكوك فلا تزال نفسك في حيرة وقلق أما إذا أخذت بالأمر الذي ليس فيه شك ارتاحت نفسك واطمأنت ضميرك فإذا كان هناك شككت في مال هل هو حرام أم حلال وهناك مال آخر تيقنت من أنه حلال فخذ اليقين وترك الشك وكذلك إذا اشتبه عليك الطعام أنه حلال وطعام آخر لا شك في أنه حلال تأكل من الذي ليس فيه شك وترك المشكوك وكذلك إذا اشتبهت عليك امرأة هل هي تحرم عليك في الرضاع أم لا تحرم فتركها وتزوج المرأة التي ليس فيها شك قال العلماء في هذا الحديث إنه قاعدة عظيمة من قواعد الدين والله أعلم وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا